الآن سننتقل من الحروف إلى الكلمات ثم إلى الجمل والجملة في اللغة العربية تتكون من فعل وفاعل وأحيانا مفعول به على سبيل المثال أنا أقول أنا أكلت التفاحة هذه جملة ذات معنى أو أقول أنا أكلت أيضا جملة ذات معنى وأيضا بإمكاني أقول أنت أكلت فهنا لدينا أكثر من شيء أولا أنا هنا ضمير يدول على الفاعل وأنت أيضا ضمير يدول على الفاعل لكن في اللغة الألمانية سيختلف شكل الفعل حسب الضمير كما اختلف هنا على سبيل المثال قلت أنا أكلت هنا يوجد ضمة إذا قلت أنت أكلت سيوجد هنا فتحة يعني كما في اللغة العربية ستختلف مثلا قليلا في اللغة الألمانية إذن الجملة في اللغة الألمانية مشابه للغة العربية حيث سنحتاج أولا إلى فاعل وهو يأتي في معظم الحالات في أول الجملة والفاعل في معظم الحيان أيضا هو عبارة عن ضمير ضمير المتكلم أنا أنت هي هم وهذا هذا يأتي في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية يأتي الفعل والفعل يأتي في معظم الحالات في موقع الثاني من الجملة إلا في بعض الحالات الاستثنائية أحيانا نحتاج إلى متاعات الجملة حتى نحصل على جملة مفيدة إلى مفعول به أو أشياء إضافية مثل جار ومجرور كما في اللغة العربية وأحيانا نتوقف عند الفعل والفاعل وهناك شيء نضافي في اللغة الألمانية مشابه للغة الإنجليزية وهو أن نحتاج في كثير من الأحيان إلى فعل مساعد والأفعال المساعدة نوعان النوع الأول زاين ونوع الثاني هابن وكل الفعلين يختلف تصليفهما بحسب الفاعل الذي يأتيني معه إذن هذه هي الضمار التي تدل على الفاعل هنا قسمناها الضمائر الأول الضمائر الأول هي الضمائر المفرد إش تدل إش أنا دو بمعنى أنت إير معنى هو زي بمعنى هي وإس بمعنى هي أو هو لغير العقل عفوا هنا كتبت وهي هي أو هو لغير العقل وفي ضمائر الجمع التي تدل على الجمع وتأتي في موقع الفاعل عندما أريد أن أقول نحن أقول فير أو أنتم إير أو حضرتك زي سنتعرف بعد قليل كيف كان يتميز عن هذه الزي وهذه الزي حيث أن زي تأتي بمعنى هو أفعال بمعنى هي وبمعنى حضرتك وبمعنى هم زي بمعنى حضرتك يعني أتكلم إنما أقوم بخاطبة شخص أحترمه أو شخص كبير في السن وفي الماضي من الحياة عندما تخاطب شخصا ألمانيا يبغي أن تبدأ معه الحليث ثميزي يعني تخاطبه بلغة الاحترام إذن كما قلنا أن تصريف الفعل يختلف حسب الفاعل وهذه تصريفات الفعل زي إيش بين تأتي بمعنى أكون يعني إيش بين هذه جملة ليست كاملة يجب إن بغي أن يكون لهنا تتم يعني على سبيل المثال أقول إيش بين أغتسينياري آلت يعني عمري ثمانية عشر سنة لكني قتبته هنا أنا أكون فقط لتوضيح فقط تصريفات الأفعال تصريفات الفعل زي ثم هنا على سبيل المثال يتم تصريف الفعل زي معها على شكل يعني أقول إيش بين أنا أكون أنت تكون يعني هو أو هي أو هو أو هي لغير العقل يكون نحن نكون أنتم تكونون زي أو زي زي أو زي زند هذه الزي الأولى لإحترام كما قلت وهذه الزي الثانية للجمع زند تدل أيضا عفا تأتي للجمع ويتصريف الفعل معها على شكل زند الفعل الثاني من أفعال المساعدة هو هابن كما قلت إيش هابة يعني إيش هابة هذه لا تمثل جملة كاملة ينبغي أن أضع لها شيء حتى تصبح تصبح جملة كاملة يعني عاسبيني مثال أقول إيش هابة أنكست يعني أنا لدي خوف هنا أصبحت جملة كاملة هنا ترجمت هنا يكون لبما ما هذه ترجمة لسي الصحية ثم دو هاست إيزي إس أيضا يتم تصريف هابن على شكل هات ثم بعد ذلك الفير يتم تصريف الهابن على شكل هابن يعني الفير والزي يتم تصريف الفعل معه على شكل الشكل الأساسي للفعل وفي معظم الأحيان في اللغة الألمانية يتم انتهاء الفعل بأي ان آخر يعني هنا هابن زين مشتن إيسن كل الأفعال في اللغة الألمانية تنتهي بأي ان عفوا ثم هنا ذير هابن ثم إير هابت ثم زي زي هابن هابن الآن حتى نقول جملة مفيدة نحتاج إلى الفاعل كما قلت الفاعل يأتي في أغلب الحيان في أول الجملة ثم إلى الفعل يعني الجملة في اللغة العربية تتكون من فعل أو فاعل أو بالعكس مبتدأ وخبر لن نشغل أنفسها كثيرا بمناقشة الفرق بين اللغة العربية واللغة الألمانية لكن سنتحدث عن اللغة الألمانية الآن الجملة في اللغة الألمانية في معظم الفاعل في معظم الأحيان في اللغة الألمانية في أول الجملة ثم بعد ذلك يأتي الفعل في المركز الثاني ثم بعد ذلك إما نحتاج إلى تذمة الجملة أو لا نحتاج على سبيل المثال هنا إيش بين عبد الله أو اسمي عبد الله هنا PIN يعمل حمل الفعل الكامل في هذا المثال الفعل PIN فعل كامل يعني الجملة معناها تام يعني لا أحتاج إلى شيء إضافي حتى تكون الجملة ذات معنى ولكنه يأتي أحيانا كفعل مساعد وهذا يكون في غالب الأحيان في الزمن الماضي وسنتكلم عن هذا الزمن لاحقا الفعل PIN يأتي أحيانا كفعل مساعد وهذا في غالب الأحيان في الزمن الماضي وأحيانا يأتي كفعل كامل على سبيل المثال كما قلت إيش هابا أنكست يعني أنا أخائف في هذا المثال الفعل هابن فعل كامل يعني بعد ذلك لا تتمل إلى أشياء إضافية لأننا نحتاج إلى فعل آخر إذن بالإضافة إلى الأفعال الأساسية السابقة زاين و هابن هناك الأفعال النظامية أو الأفعال العادية يعني زاين و هابن لا تعطي معنى للجملة يجب أن يكون هناك فعل كامل هناك الأفعال التي تصرف تصريفها نظاميا وتصريف هذه الأفعال يكون على الشكل التالي هنا لدينا الفعل فراغن فراغن بمعنى يسأل و قمت بتصريفه حسب الضمير الضمير الأول هنا إيش بمعنى أنا و فراغن بمعنى أنا أسأل كما قلت الفعل يأتي في معظم أحيان في نهايته حتى أحوله لتصريف أنا أنا أسأل يعني أقوم بمحول الأن و أبقى على الأن يعني إيش فراغن عند الدو أقوم بحذف الأن و أضع اس تي يعني دو فراكس أنت تسأل عند الآير زي اس أقوم بحذف الأن في آخر الفعل ثم أضع تي بدلا عن أنا فراكت في الفير أو نحن يبقى تصريف الفعل كما هو بشكل أساسي يعني الفير لا أغير فيه شيء يعني الفير فراكت نحن نسأل إير فراكت إير و إير زي اس مشابهة لبعضها يعني تنتهي بتي ثم بعد ذلك زي بمعنى حضرتك و زي بمعنى نحن يأتي الفعل كما قلت تماما مثل فير يعني فعل بالتصريف الأساسي هذا الفعل فراكت كمثال لكن بإمكانك إذا وضعت أفعال أخرى يكون تصريف مشابها لها حسناً هنا بعض الأمثلة تتميز بين زي التي تعني بمعنى حضرتك و زي التي تأتي بمعنى هنا لدينا بعض الأمثلة هنا زي بمعنى حضرتك لأنها اس كبيرة فالخطاب باحترام لذا تصرف الفعل مع ان يعني هنا ما اسم حضرتك هنا كما تلاحظ أن الحرف الاس هنا كبير لكن إذا كنت تكتب بالألماني النظامية يجب أن تضع يعني ينبغي أن تراي تصريف الأحرف حالات الأحرف إذا كانت أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة هنا عرفنا أنه عرفنا أن زي هنا بمعنى حضرتك لأن الاس كبيرة هنا يعني ما اسم حضرتك هنا إيش هايسة عبدالله لدينا خياران إما هايسة أو هايسن وإيش كما قلت نقوم لتصريف الفعل نقوم بحذف الان في النهاية ونضع بدلها اي ثم يصبح معنا الجملة أنا اسمي عبدالله حسن هنا أمثلة أخرى هنا أحمد فونت إن كون إير كومت أوزين إيرش بريشت أرابش أحمد هنا نحتخلم عن شخص اسمه أحمد ومن ثم نستبدال أحمد بإير بمعنى هو كومت هنا قادم من الفعل كومن يعني ماذا فعلنا؟ حذفنا الان في نهاية الفعل ووضعنا بدلا عنها أتيه إير كومت ثم لدينا هنا أوز أوز هنا حرف جر تأتي بمعنى من إذن إير كومت أوز زيرين هذه الجملة معناها يعني أحمد من سوريا هذه معنى الجملة هنا إير شبريشت أرابش هنا أيضا إير شبريشت هنا الفعل التصريف الأساسي خاصته شبريشن لكن بما أن هنا الضمير إير لذلك سنحن ونضع بدلا عنها أتيه لذي صبح الجملة إير شبريشت أرابش بمعنى أنه يتحدث هو يتحدث العربية ثم بعد ذلك هنا على سبيل المثال ليلة بونت هنا ليلة نتحدث عن عن الشخص لكنه مؤنث لذلك سنستعمل معه يعني هي يعني هي من المغرب هي تتكلم الفرنسية كما ذكرت هنا هي أصلها لكننا قمنا بمحو ووضع الت بدلا عنها لأننا نتحدث عن ضمير ز هنا إذن ها هي تصريفات على الفعال verb forming أو تصريف الفعل إذا كان الفعل مع إيش نضع بدل نضع إيه فقط يعني إيش كما إيش هايس إيش بريشة يعني أنا آتي أو من آتي من من يعني هنا كم تأوس يعني قادم من هنا كم بمعنى يأتي إذا أتت لي وحدها أما كم أوس تأتي بمعنى يعني أصبح من هنا إيش هايسة أنا اسمي أو أنا أعني هنا إيش بريشة أنا أتحدث ثم هنا تصريف الفعل بن وإذا أردنا أن تصريف الفعل هابا فإيش هاب ثم هنا دو كم كما قلت نمحو الإن ونبقي على الإستي وهنا أيضا هايست لكن هنا وضعنا التي ولم نضع إستي لأن هنا هذه الإست ست هي عبارة عن دبل إس لذلك كتفينا ب تي واحدة ثم هنا أعفوا دو شبريست أنت تتكلم يعني أنت تأتي أنت اسمك أو تعني هنا أنت تتحدث هنا دو بست أنت تكون ثم بعد ذلك ينسحب الأمر على جميع الضمار يعني إرزي إس كل ما فعلناه هنا أننا حذفنا الإن وأبقينا على تي وهنا كذلك أبقينا على تي وهنا على تي وهنا تصريف الهابن مع عفوا تصريف الزاين مع الزي إس ومعنى إست ثم هنا في النهاية زي زي كما قلت سواء كانت بمعنى حضرتك أو سواء نكرم بمعنهم يبقى تصريف الفعل نفسه زي أو يبقى تصريف الفعل نفسه يعني يعني زي كومن أو زي هايسن أو زي شبريشن أو زي زند أو زند هنا نتكلم عن فراغا فراغا تعني أسئلة أعفوا كلمات لأسئلة يعني ليس أسئلة كلمات لأسئلة مثل وفير للسؤال عن الشخص يعني يعني من يأتي من سوريا كمان كنا نتحدث قبل قليل يعني أحمد أحمد كومت أو زوريا إذن عندما نقوم بالسؤال نقوم بالتبديل أيضا نقوم هنا نحن نسأل عن أحمد لذلك قمنا بإخفاء فنسأل كومت أو زيريا هنا نسأل عن شخص واحد لذلك وضعنا يعني من هو الشخص القادم من سوريا ثم هنا أجبنا أحمد كومت أو زوريا v تأتي بمعنى كيف أو ما يعني يعني هنا v hassan z يعني تأتي بمعنى ما اسمك أو هناك أيضا بس Hays do تأتي بمعنى ما اسمك هنا لإجابة معنى إيش هايس عبد الله هنا V تأتي بمعنى ما لكنها في معظمة أحيان تأتي V بمعنى كيف ثم هنا VOOHERE يعني من أين يعني VOOHERE COUNST DO يعني من أين تأتي كما قلنا هنا الCOM تصريف وهي COMMON لكننا نسأل عن DO لذلك نحذف الAN ونبقي على الST فيصبح VOOHERE COUNST DO يعني من أين أنت أو من أين أصلق فالإجابة تكون ICH COUMA AUS ZURIAN هنا A وضعناها لأننا نتحدث بصيغة الANA لذلك نحذف الAN ونبقي عليه AUS ZURIAN هنا VAS تأتي بمعنى ماذا VAS SHIBRISTO يعني ماذا تتكلم أو ما هي اللغة التي تتكلمها هنا ICH SHIBRISTO يعني أنا أتكلم اللغة العربية ثم بالنهاية هنا VOOHERE COUNST DO تأتي بمعنى أين يعني أين هنا VOOHERE COUNST DO يعني أين تسكن حضرتك طبعا الإجابة ستكون باستخدام ICH لأننا كلها نسأل شخص مخاطب هنا فهنا الشخص المجاوب يقول ICH VOOHERE COUNST DO هذا هو درس اليوم أرجو أن يكونوا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن أعزي ترمي أشهرنا بابا سمع مشموكة بابا سمع بابا سمع بابا سواء بابا سمع